بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة هنأخذ أولا قرارات التسعير Price Decisions قرار التسعير في ضوء ظروف الاحتكار Price Decisions in the Monopoly في هذه الحالة تفرض الشركة السعر الذي تبيع به منتجتها وتعتمد على التكلفة كأساس لتحديد السعر وتضع هامش الربح الذي ترغب فيها معادلة السعر في حالة الاحتكار الكامل للسلعة ببدأ بتكلفة الوحدة أضيف على هامش ربح الوحدة حيث سعر بيع الوحدة وبالتالي لا يهم إدارة الشركة البحث في التكلفة ومحاولة خفضها لأنها تضمن بيع السلعة بأي سعر ترغب فيه لأنها محتكرة للسلعة لا يوجد غيرها الذي يبيع السلعة إذا كانت المعادلة بتقول أن تكلفة الوحدة زائد هامش الربح الوحدة بيساوي سعر بيع الوحدة معنى ذلك ظروف الاحتكار إيه؟ أنني لا أبحث في كيفية خفض التكلفة أنا أبحث بالتكلفة زي ما تطلع عندي مثلا تكلفة الوحدة 13 أروح جامع عليها هامش الربح اللي أنا عايزه الفرد أنا عايز أكسب 2 ريال عن كل وحدة وحدة يبقى المفوض أبيع السلعة بكام بـ 12 أنا اللي بتحكم في السعر أنا المتحكم في السعر أندي ظروف احتكار طيب السلعة تكلفة 20 عايز هامش ربح عشرة أبيع بكام بـ 30 وكله سيشتري مني لأن أنا الوحيد المتحكم في هذه السلعة وبالتالي نحسب في دفاتر التكلفة تكلفة الوحدة زي ما بتطلع وبالتالي ما فيش إمكانية أن نخفض في تكلفة الوحدة ترجمة نانسي قنقر from the top